محافظ صلاح الدين يعز لتبليط الطرق وتسريع إجراءات الخدمات في بيجي ويرعى احتفالية طلبة المتفوقين بالمحافظة انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الخميس المقبل بتوافق سياسيا كبير وعدل طالبان الأوفر حظا لخلافة صالح بقصر السلام السوداني يستعد لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية من دون فيتو الصدر وتوجه لإقرار قانون العفو العام في المناطق المحررة والحكومة تعف المزارعين من بدلات إيجار الأراضي وتشتري محاصيلهم من عارنيس الدهر الصفراء والكشف عن أكبر عملية نهب منظم لأموال الدولة ومن عنوين نشرة إلى تفاصيلها والبداية من تكريت أهلا بكم أوعز محافظ صلاح الدين اسماعيل خدير الهلوب إلى الملاكات الهندسية استئناف أعمال تعبيد الشوارع الرئيسية والفرعية بقضاء بيجي موجها للمباشرة بطريقي سوق الجملة والرعاية وأدراج شارع ثلاثين في إحية تأميم وسط القضاء ضمن الخطة وأكد الوفد من أهالي بيجي بحضور العميد ثامر جبار عبد مدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة اهتمام الحكومة المحلية بمعالجة أوضاع القضاء الأمنية والخدمية وبما يتناسب حجم الدمار الذي تسبب به الإرهاب بالممتلكات العامة والخاصة مؤكدا التحرك على الوزارات المعنية لتوفير تخصيصات مالية كافية للمشاريع المتوقفة وإدراج أخرى في الخطط الحالية والمستقبلية مضيفا أن حالة الاستقرار التي تعيشها مدن المحافظة تمثل أرضية مهمة للأعمار والخدمات بعد تضحية كبيرة قدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعشائر لدحر الإرهاب والتطرف وفي ملف آخر قال محافظ صلاح الدين في احتفالية الطلب المتفوقين التي نظمتها مدرية تربية المحافظة أن نتائج التي حققتموها اليوم دليل حي على حرص المعلمين والمدرسين الذين يقدمون عصارة المعارف إليكم بكل صدق واهتمام وحرص أهاليكم وامتابعاتهم المستمرة لكم وذلك ما كان ليحدث لو لا روح التحدي والمتابرة التي تحملونها في نفوسكم لتحقيق ما تصبون إليها أجه الهلوب شكره العالي لمدير عام تربية المحافظة والملاكات التعليمية على ما قدموها مطالبا بمزيد من التفوق في كافة المجالات كما هو العهد بهم دائما فيما ثمن مدير عام التربية مبادرة المحافظ بتكريم الطلب الأوائل ودعمه لا محدود للطلبة وللعملية التربوية وأقيمت على قاعة ثانوية تكرية للمتميزات احتفالية كبرى لتكريم الطلبة المتفوقين من مختلف مدارس المحافظة حيث قدم مدير عام التربية درع التفوق للمحافظ تثمينا لدوره في دعم الحركة التربوية والطلبة المتفوقين كما منح المحافظة الدروع والشهادات التقديرية لمدير عام التربية واللجان الامتحانية ومديري الأقسامة وأقدم الهدايا القيمة للطلب الأوائل مشيرا إلى أن محافظة صلاح دين حصلت على المركز الثامن بنسب النجاح من بين 24 مديرية للتربية على مستوى العراق وعزم الجميع على أن تكون المحافظة في أعلى القائمة بنسب النجاح في العام القادم تفقد محافظ صلاح دين اسماعيل الهلوب العمال الجارية في مشروع الشارع الخدمي لطريق الواصل بين جسر تكريت وفلكة فرسان العلامة وجاءت الزيارة للاطلاع على سير الأعمال المنجزة من قبل الشركة المنفذة للمشروع ونسب الإنجاز المتحقيقة فيه وأكد المحافظ أن المشروع وصل للمراحله الأخيرة وستبدأ الشركة المنفذة أعمال الإنشاءات النهائية قريبا دعيا الأهالي إلى تعاون الجاد مع الملاكات الهندسية والفنية لاستكمال المشروع بسرعة الممكنة وضمن المواصفات الفنية المعتمدة ناقش النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي خلال ترأسه لاجتماع حضره معاون المحافظ للشؤون الفنية ومدير الدواء الخدمية ومدير قسم العقوب في المحافظة المشاكل والمعاويقات للمشاريع المتلكئة ومعالجتها بحلول مناسبة لاستمرار العمل فيها وأكد النائب الفني للمحافظ على تعاون بين الدواء الخدمية لإنجاز المشاريع المهمة أفق المواصفات الفنية وضمن الفترة المحددة لها لما فيها من خدمات تصب في المصلحات العامة أعلنت محافظة صلاح الدين تجهيز جميع المحطات الحكومية بالنفط الأبيض استعدادا للشتاء فيما دعت إلى إعادة النظر بقرار تخفيض حصص المولدات الأهلية من الكازة وتحويل الأهليات وطئة الحركة إلى الرقابة الإلكترونية معاون المحافظ لشؤون الطاقة والاستثمار عثمان سامراء كاشف عن تجهيز جميع المحطات الحكومية بالنفط الأبيض من قبل فرع صلاح الدين لتوزيع المنتجات النفطية بانتظار صدور إشعار الأطلاق من هيئة التفتيش العامة في بغداد واعترض السامراء على تقليل حصة جاز المولدات الأهلية خلال الشهر الجاري من 10 لترات إلى 5 لأنها كمية غير كافية للتشغيل مثلما طالب بإعادة النظر بقرار تحويل الآليات الثقيلة وطئة الحركة من نظام الكوبون إلى الإلكتروني للحصول على الكازة كونها تعمل خارج المدن ومجيئها إلى المحطات كل يومين يعد تعجيزيا وفي ذات السياقة وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي لضرورة الإسراع في إيصال مادة النفط الأبيض إلى الأسر النازحة في جميع المخيمات بشكل يلبي الاحتياج وقبل حلول فصل الشتاء وشدد الغانمي باجتماع موسع حضره عدد من الوكلاء والمديرين العامين في الوزارات المعنية على أهمية تضفر الجهود من أجل توفير أفضل الخدمات للنازحين وتكثيف الجهد الميداني للإطلاع على احتياجاتهم وحل مشاكلهم بسرعة الممكنة ويشار إلى أن حصة النفط الأبيض للنازحين تتجدد كل عام مع بداية فصل الشتاء ما يقود إلى أزمات متداخلة تنسجم وخصوصية العيش في المخيمات وصعوبة تخزين الاحتياجات الضرورية حطت حملات الخير لتشجير محافظة صلاح الدين ركابها بنحية سليمان بيك بقضاء الطوز وقد باشرت الفرق التطوعية من زراعة 1500 شجرة بدعم من المحافظ اسماعيل الهلوب وكذل قائمون على العمل تعاون بلدية القضاء بشكل كبير كما أشاروا إلى استمرار الحملة حتى تشجير معظم الطرق الرئيسية وأماكن الاستراحة بالناحية طلقت حملات الخير أول شيء بمبادرة الشباب المتطوعين بقضاء تكريد بعدين تمت رعاية الحملة من قبل سيدة محافظة صلاح الدين متطوعين من ناحية سليمان بيك وطوز اتبنينا الحملة بقضاء الطوز وناحية سليمان بيك بعد العمليات الأرهابية صارت واحدات داعش تعرضت المنطقة تعرف أنه تركت الأربع سنوات بسبب التهجير بعدين من صارت عادة عمار أنه التشجير نهمل بالناحية فإحنا كشباب متطوعين وضمن حملات الخير سعينا منها نبدل جهدنا حتى نزرع المنطقة ونحسن البيئة بيها أيضا ونتمنى يكون أكثر دعم مو بس من عندنا كفريق شبابي يكون همين طبعا هاي الحملة مو بس وحد نحنا كفريق كاسبر التطوعي أيضا صارت بالتعاون مع مديرة بلدية ناحية اسلام بيك دعمونا بالآليات دعمونا بالمياه يسقونها دعمونا بالحفريات ساعدونا بالزراعة والله إحنا عملية التشجير حقيقة تمت بأريحية وجود متطوعين وجود قادرة البلدية وجود آليات البلدية تم التشجير بشكل مريح ونطمح الزراعة 1500 شتلة ونتمنى أن يكون لنا دعم لأن احنا حقيقة كمنطقة مهجر لفترات طويلة صابها كثير من الضرر نحتاج الدعم نحتاج الدعم بالشتلات نحتاج الدعم بأمور كثيرة نحتاج آبار التوازية لأغراض الري بنفس الوقت أشكر الشباب المتطوعين وساهمة ومساهمة فعالة بالتعاون مع البلدية أنجزناها ضمن المدة اللي احنا حددناها وإن شاء الله نستمر في الأيام القادمة لتكملة العدد والوصول إلى الهدف الذي هو 1500 أو 2000 شتلة إن شاء الله وفي الجهة الثانية من الخدمات والاحتياجات يشكو أهالي دور الصناعة بقضاء دجيل من انعدام مياه الشرب وانتشار النفاية وافتقارهم لأبسط مقاومات الحياة الأساسية كتعبيد الطرق والكهرباء مؤكدين أن مياه الآبار غي صالحة للشرب بسبب تدفق المياه الثقيلة من المنازل إليها وهو ما تسبب بعدد من الأمراض مطالبين الحكومة المحلية الالتفات إليهم وانتشارهم من مزرية الحال تفاصيل أوفر في تقرير زميل فاضل الأنصاري معاناة كبيرة ليست وليدة اليوم يعيشها سكان دور الصناعة بقضاء الدجيلة أبرزها انعدام مياه الشرب وانتشار النفايات فضلا عن افتقارها إلى البنى التحتية الأساسية مشاكل ضايقة الخناق على أهل الدور لتبقى مناطقهم تعاني الأهمال وقلة في الخدمات والله استاد يشوف المعاني ما الدور يعني الدور حي كلش المقتار يركض وللدوار وهاي ما يستجابوني وهاي فايات مالتنا أحنا نخلصها المي بير نحك بينا بجسمنا ونرجع لي وارا جارب جارب صرنا جارب جربنا من وراء المي بير أكو بير 6 مترات يطلع لك مي يعني شنو هذا المبزل مي المي بزل إحنا ندع نسحبه إحنا تكرم المجار مالتنا ندبهنا ونسحبه ونشرب بيها ونسبح بيها يصير يرحم هذا الشي إحنا لحد هذا اليوم لا تابعين للدجيل ولا تابعين البلد ولا تابعين الياثريب نظلي من الوسطى وين ما نروح يقولون أنتو ما تابعين إني خارج حدود البلدية أول شي حنا نعاني من شغلة المي إحنا سنتر 22 ومي ما عدنا مي حل شرب زيان بس البوارة موجودة ومي ماكو اثنين نعاني من الخدمات ماكو لا تبليط لا كهرباء لا شي عدنا ناس كبار وعدنا مرضى وهذا البزل مأذيني طبعا نسوي أمراض بالعالم كلها والنفايات نشمرها بنصف البيوت لأن ماكو حد يشي لنسوينا ساحة قدام المدرسة ونحرقها يصير للعالم سموم والعالم جاء يعني تعاني من هذا الشي والبزل عندنا مأذيني وهذا ماينا احنا 2022 شوفوا من التواليتات جانس حب منطقة دور الصناعة تسكنها المئات من العوائل لعب نقص الخدمات دور البطولة في معاناة أهلها حيث النفايات والمياه الآسنة تحاصر المنازل السكنية متسببة بانتشار العديد من الأمراض والأوبئة معطيات تنذر بكارثة صحية تهدد حياة المواطنين في تلك المنطقة سيادة المحافظة والمسؤولين الكرام احنا هاي المدرسة الوحيدة هي منطقة دور الصناعة الخمسين دار احنا هنا نعاني اصلا يعني من ناحية المي الحلو هس احنا كله مي بيار المي البير نسحب السبتة تنك نرد النوب يعني نحط لها مي مالش اسمه تكرمون مي مجاري رد النوب نسحب نسحب نسحبه مي بير فوق احنا هسا حاليا كلها صالت هدنا امراض جلدية ليش الامراض الجلدية من وراء مي البير مي البير يعني مي مجاري يعني هو دنذبه بالمجاري نسحب مي بير نسحب فوق بالسطح ونسبح به هاشوف النفايات لاكو بلدية تستجابلنا احنا بالنسبة انها هاي عود كل اسبوع عشر ايام نجيب ابو بلدية حتى شين لنا الشسمه حتى شين لنا تكرمون الزبالة كثيرة هي المشاكل التي يعاني منها سكان دور الصناعة مما يتطلب جهد حكومي يحد من تلك المعانات التي باتت تتفاقم يوما بعد اخر لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل انصاري قضاء دجيل قرر مجلس النواب رفع جلسته الى الخميس المقبل وتخصيصها لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك بعد ساعات على اجتماع مهم عقده وفد اتلاف ادارة الدولة مع رئيس مسعود البارزاني ظلت مخرجاته الاساسية طي الكتمان السياسي لحساسيتها وفيما اكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدوليمي ان استبعاد رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح من الترشح للرئاسة اصبح امرا واقعيا فان تسريبات السياسية واراء المحلين تلتقي عند اختيار مرشح التسوية عبداللطيف رشيد الوزير الاسبق وعادل الراحل جلال طالباني سيدا جديدا لقصر السلام ويتفق هذا الرأي مع تحشيدا سياسيا سابق اجمعت عليه قوى البيت الشيعي بضرورة تنحي صالح بينما لن يجد البارتي حرجا في التسويت للمرشح رشيد الذي يحظى بمقبولية الجميع مثلما ان اختياره سيبعد البيت الداخلي للاتحاد الوطني عن خلافات الزمن الصعب وضمن هذه المتغيرات المتسارعة لمواصلة البرلماني جلساته من دون تحشيدا صدريا او غيره تكون الاستحقاظات الدستورية قد مضت باتجاهاتها المرسومة حسب اعتقاد غالبية المحلين والمتابعين لتفادي المزيد من الضغط الدولي اولا ولمنع مغامرات التصادم الداخلي ثانيا بعد ان جرب الجميع خيارات الامر الواقع وفي هذا الاتجاه يقول النائب عن الاطار التلسيقي احسين اليساري ان هناك اتفاقا مبدئيا لتقديم مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية لافتا الى ان رئاسة الحكومة ستحسن بعد جلسة انتخاب الرئيس مباشرة فيما يرى مقربون من الاتحاد الوطني ان الذهاب بمرشح واحد هو الخيار النهائي ويستند المحللون بفرضية انتخاب الرئيس الجديد الى معضيات كثيرة يتقدمها تحمل رئيس مجلس النواب المسؤولية المباشرة باعلانه موعد الجلسة وبالتالي امتلاكه ضمانات الشركاء بتحقيق النصاب خاصة بعد جلسة المائتين وخمسة وثلاثين نائبا قبل ثلاثة ايام لتكون جلسة الخميس المقبل استثنائية بذات المنهجية التي تم فيها تنظير استقالة نواب التيار صدري بجلسة خميس عاجلة ايضا قبل شهرين سيدات سادة النواب جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الاعمال وهي انتخاب رئيس الجمهوري جلسة الخميس 13 من هذا الشهر تتضمن فقرة انتخاب رئيس الجمهوري وفقا للنصوص الدستورية المجزمة بذلك وقرارات المحكمة الاتحادية وايضا طلب السيدات وسادة النواب الذي قدم ايضا في الجلسة السابقة اطلب من الامان العام والدار البرلمانية تزويد السيدات وسادة النواب بالسيرة الذاتية للمرشحين ومن اليوم تبدو نزوجوهم بها والجلسة تكون ساعة الحادية 10 يوم الخميس 13 من هذا الشهر شكرا جزيلا تنفع الجلسة وعلى اساس هذا الجو المشحون بالاولويات ومعها ايضا نظرية هدوء العاصفة رجح القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني المضي بتشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن التيار الصدري بسبب اصراره على عدم فتح ابواب الحوار وقال الحياني ان جميع القوى السياسية ما زلت تعمل على اشراك التيار الصدري في الحكومة والمشهد المقبل ولا توجد اي تونية لتهميشه او اي طرف سياسي اخر خلال العمل الحكومي والسياسي انطلاقا مع وجود اغلبية برلمانية داعمة لتشكيل هذه الحكومة وفي وقت يقول السياسيون ان الوزارات الخدمية معروضة على التيار الصدري في حال المشاركة فان اخرين لا يجدون معارضة من التيار على رئاسة السودان للحكومة المقبلة ليكون اول شخصية من عراقي الداخل يقودون الحكومة منذ 2003 وهو ايضا من بين مطالب التيار بمراحل مختلفة دعا موقع مودل دولوماسي الاوروبي السياسيين لتخفيف من حدة الازمات لابعاد العراق عن حافة الهاوية وذلك من خلال الالتزام بالدستور والقانون موضحا ان االيات المطالبة بالاصلاح ضعيفة ومن دون قيادة كما انه من السهل على الاحزاب الحاكمة ان تسويق خطاباتها وشعاراتها واعتبر ان القوى السياسية تلعب بفريق سياسي غير متماسك ومتعدد الجسيات في دقائق الشوط الثاني الاضافي رغم ان نتيجة المباراة سلبية امام الفريق الممثل للشعب العراقي مذكرا ان تأثير الخطاب السياسي تدهور كثيرا وهو ما يتجلى في انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية من 70 الى 30 بالمئة ويرى التقرير ان اطراف الخارجية دولية تريد للعراق ان يظل مفككا وهشا اقتصاديا وعسكريا ولا يمثل اي خطر على جيرانه وان يكون بمثابة سوق لبضاء تلك الدول مضيفا ان هذا الوضع ملائم للقوى السياسية الداخلية التي تستفيد من استمراره لانه يسهل عليها تقاصم موارد البلاد اعلن القاضي جعفر الموسوي اخلاء سبيل رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة بعد مثوله امام القضاء بشأن واقعة التسريبات الصوتية فيما قال مراقبون ان المالكي اكد سيادة القانون على الجميع بوصفه اول رئيس للوزراء يمثل امام القضاء منذ 2003 وقال الموسوي في بيانا انه بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الاخير امام المحكمة المذكورة حيث تم تدوين اقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي اخلاء سبيله بكفالة وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن في التاسع عشر من حزيران الماضي ان محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما الى الادعاء العام لاتخاذ الاشراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية للمالكي التي اججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعلى الجانب الاخر امين المعادلة القضائية يتجه مجلس النواب لاقرار قانون العفو العام المعدل لانهاء مسلسل طويل ومؤلم من تغييب حقوق الابرياء بعوامل ضغط مختلفة فرضتها ظروف المواجهة الكبيرة مع الارهاب ويقول برلمانيون ان مشاورات مهمة انجزت الخطوط العامة للقانون الجديدة والذي سيشمل جميع الابرياء ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقين في المناطق المحررة على وجه التحديد وبما يرفع الظلم عن غالبية بريئة في السجون ويستبعد النواب المشرفون على هذا القانون شمول الارهابيين بقانون العفو تحت اي مسمى او بند وان التفاهمات السياسية الجديدة ستقود الى تمرير القانون بضمان سير محاكمات عادلة للسجناء وطبيض صفحات الابرياء واسرهم واستكمال جميع الاجراءات القانونية ضد المتورطين بدم العراق الطهر وبما يعزز الاستقرار بجميع المناطق اعلن نائب رئيس البرلمان العراقي شخوان عبدالله نجاح الوفد العراقي في اقناع الدول الاعضاء في المؤتمر الاسلامي ومجموعة الجيوسياسية العربية بان يكون بند الاعتداءات المتكرر على اراضي العراق هو الوحيد الذي سيتم عرضه ضمن جدول اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للحصول على الدعم وتضامن الدولي واشار عبدالله الى تقديم تقرير تفصيلي شامل بشأن استمرار الاحتداءات العسكرية على الاراضي العراقية وخارق الاجواء والسيادة الوطنية والتجاوز على حصة العراق المائية من قبل تركيا وايران واتات تصريحات النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي ورئيس الوفد العراقي للمؤتمر الذي استضافته عاصمة رواندا بضحض روايات متعددة عن رفض النائب حنان الفتلاوي ادراج الاحتداءات الايرانية على كردستان بمداخلات المؤتمر اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اعفاء المزارعين من بدلات الاراضي الزراعية المستاجرة من الدولة العراقية وذكر الخفاجي في بيانا ان مجلس الوزراء صوت على اعفاء الفلاحين والمزارعين كافة من بدلات ايجار الاراضي الزراعية المؤجرة من عام 2015 وحتى 2021 وافقا لما تم الاتفاق عليه باجتماع الحكومة اليوم فقد تقرر ايضا تسلم محصول على نسى الزراع صفراء من الفلاحين للموسم الحالي وفي عموم البلاد وبسعار 500 الف دينار للطن الواحد وذلك بعد يومين على مطالبة محافظة كاركوك راكان الجبوري شراء محصول الزراع صفراء الذي تنتجه المحافظة بدلا من استراده بمبالغ كبيرة اعلن رئيس كتلة تحالف قوة دولة النائب فالح الساري ارتفاع المبلغ المفقود في هيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية الى ملياري دولار وكشف الساري في تصريح صحفي عن ضياع مبلغ 800 مليون دولار من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية ولم تكن اجابة الوزير وافية مطالبا وزارة المالية والقضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام الى فتح تحقيق عاجل بالموضوع لان المبلغ في تزايد مستمر وبين الساري ان اصل المبلغ عبارة عن تحرير سكوك لشركات كبيرة كامانات في حسابات الضريبة بمصرف الرافدين وبمبالغ تتراوح بين 400 و800 مليون دينار في كل سكن وهذه المبالغ المتجمعة تصل الى ملياري دولار في اكبر عملية اختلاص وثلعب بالمال العام في بسارة المالية كشف عدو نقابة المهندسين الزراعين محمد خير الله عن خسارة الاسواق العراقية 50 الف طن من رومان شهربان الذي يعد الأجود في الشرق الأوسط وقال خير الله ان مساحة مزارع الرومان في قضاء المقدادية بمحافظة ديالة كانت بحدود 5000 دونم لكن الارهاب دمر نحو 95% منها بعد احداث حزيران الاسود عام 2014 واشار الى تقريب الارهابين للجداول المائية وقطع المياه ونزوح الاهالي لسنوات ما يستدعي خططا حكومية لاعادة الحياة الى مزارع الرومان وضمان ديمومة الانتاج لدعم السوق المحلية لا زال السجال السياسي داخل البرلمان وخارجه على اشده فيما يتعلق بتسوية الوضع القانوني لاكثر من 500 من العشوائيات التي شوهت معالم المدن بينما اكتشف المواطنون صنفا جديدا من العشوائيات اسمه معامل الجصة على الطريق السريع وزارة البيئة بحكم الاقتصاص وجدت ان الامراض المفاجئة التي يتعرض لها سكان قضاء الفلوجة ضمن محافظة الانبارة تعود للغازات المنبعثة من هذه المعامل التي تم تشيودها بالقرب من الاحياء السكانية زمن الفوضى الامنية في المحافظة قائم قام قضاء الفلوجة جمع المحمدي قال ان وزارة البيئة اوعزت لاغلاق معامل الجص القريبة من الطريق السريع شمال المدينة لدواع صحية بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة انبعاث روائح وغازات اثرت بشكل سلبي على صحة المواطنين واضاف ان اصحاب تلك المعامل لم يلتزموا بشروط البيئة وتم انشاء المعامل ضمن الاحياء السكانية بصورة عشوائية ما دعا بيئة الفلوجة وبتنسيق مع قائم قامية المدينة الى اغلاق تلك المعامل بشكل نهائي ونقلها الى المكان المخصص لها في صحراء الكرمة وبعيدا عن الاحياء السكانية اكد المدير المفوض لشركة سهل العراق رحيم البزوني وصول الاعمال لنسبة متقدمة بخصوص شارع ابي الخاصي بمحافظة البصرة والذي احيل العام الماضي للشركة واشار البزوني الى البدء بطريق الخدمية المحاذي للطريق الرئيسي وباربع ممرات وسيخفف ذلك ما نسبته ستون بالمئة من الزخم المروري الحاصل في الوقت الحالي بعد اكمال كافة اعمال مشروع شارع صناعية حمدان من مجسر الانتفاضة الشعبانية الى نهاية صناعية حمدان وبنسبة اكثر من 90% باشرت شركتنا باعمال تكملت هذا المشروع باعمال الشوارع الخدمية المحاذية لهذا الطريق ليكون هذا الطريق باربع سايدات وبطول تقريبا 10 كيلو متر فيكون مدخل ممتاز وواسع لمحافظة البصرة من جهة الفاو حتى يستوعب اكبر كمية ممكنة من السيارات فتكون هناك انسيابية ممتازة فصعوبة هذا العمل وادى الى انه اليوم اللي كنا نصبي لكل شاهد اليوم اللي كنا نصبي يفترض انه 28 يوم يبقى مغلق الطريق ولعدم موجود منافذ للسيارات ولكثرة السيارات السالكة لهذا الطريق ذهابا وإيابا للفاوب والخصيب وصناعية حمدان كانت السيارات تدخل مباشرة بعد 4 ساعات او 5 ساعات من اكمال عملية الصب وإكمال الاعمال اللي كان المفروض انه تبقى اكثر من سبعة الى عشرة ايام فصعوبة هذا العمل ادى الى وجود هناك تضرر في اعمال التبليط وبالتالي عندما شرعنا في اعمال التوسعة وسوف تكتمر ان شاء الله اعمال السباس راح تفتح الشوارع الخدمية تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير مباحثات سياسية واقتصادية بين نيشرفان بارزاني وسفير التركي علي رضا غناية واقليم كردستان يضع خططا لزيادة امداد الطاقة بالشتاء ويشرع بتوزيع النفص الابيض وازمة الكهرباء التي تخشاها اوروبا واقع تعود عليه العراقيون ولبنان يعلن حصوله على كامل حقوقه بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وتواصل الاحتجاجات في ايران للأسبوع الرابع رغم قمع قوات الامنة وارتفاع حصيلة عدد القتل جراء ضربات موسكو الصاروخية على اوكرانيا وزيلنسكي يعد بمعارك مؤلمة اكثر للقوات الروسية الى تفاصيل مجددا اهلا بكم اجتمع رئيس اقليم كردستان تشرفان بارزاني مع سفير التركي لدى العراق علي رضا غناي في اربيلة وذكر بيان لرئاسة الاقليم انه جرى خلال اللقاء تباحث حول علاقات العراق وكردستان مع تركيا لاسيما في مجال الاقتصاد وتبدل التجاري والتعاون اضافة الى اخر تطورات العملية السياسية والانتخابات البرلمانية وجهود تشكيل حكومة اتحادية جديدة واكد الجانبان على اهمية الحفاظ على الاستقرار في العراق لما له من تأثير مهم على السلام في المنطقة وكذلك التركيز على المفاوضات كسبيل لحل المشاكل والخلافات العالقة وتم البحث في اخر الاحداث وتطورات في المنطقة اعلن وزير الكهرباء في قليم كردستان كمال محمد صالح ان الوزارة وضعت خططا لزيادة امداد الطاقة للمشتركين في الاقليم خلال فصل الشتاء المقبل وقال صالح في مؤتمر صحفيا عقده على هامش افتتاح مديرية الكهرباء في ادارة منطقة رابرين المستقلة ان معدلات تجهيز الطاقة تتراجع مع تزايد الطلب عليها ولكن قبل حلول شهر تشرين الثاني المقبل نسعى الى زيادة بنحو 250 ميجاوات على معدلات انتاج الطاقة بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالاقليم مما يسهم في زيادة ساعات التجهيزة وعلى صعيد اخر ذكر صالح وهو وزير الثروات الطبيعية وكالة خلال المؤتمر انه سنشرع قبل يوم العشرين من شهر تشرين الاول بتوزيع مادة النفط الابيض على مناطق ومدن الاقليم كافة وقال انه تم تأمين 320 الف برميل من مادة النفط الابيض وسيتم توزيع هذه الكمية على المناطق الجبلية في كردسان كدفعة اولى بينما تقف اوروبا على مشارف ازمة طاقة كبيرة وفيما يخشى البعض من شتاء قاص قد ينقطع فيه التيار الكهربائي بسبب نقص امداد الغاز والعز في الكهرباء يبدو هذا الامر بالنسبة للعراقين مألوفا للغاية فمنذ عقود وهم يعتمدون على مولدات طاقة الكهربائية الاهلية التي تأخذ دور الكهرباء الوطنية او تكملها بتعبير ادق الانقطاع المتكرر لتيار الكهربائي بالنسبة للعراقين اصبح واقعا تكيف معه بعد سنوات طويلة من الحرب والاضطرابات في بلاد غنية بالنفط وتعاني من فساد مستشري في جميع مفاصلها وصراع مدمر على السلطة والزعامة كل هذه الاسباب الحقت خسائر كبيرة في بنيتها التحتية وتنتشر مولدات الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص في جميع احياء وشوارع العراق ويمكن سماع ضججها في كل مكان عيث تزود الاسر والشركات والمؤسسات بالكهرباء مقابل اشتراك شهري معاودة بهذا النقص الحاد في الكهرباء الوطنية فيما ادت اسعار الطاقة المرتفعة التي غذتها الحرب الروسية في اوكرانيا الى فرض واقع جديد على الدول الاوروبية عيث يطلب من الناس الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في حياتهم اليومية لكن هذا الامر بالنسبة للعراقين طبيعيا وبحسب مواطنين فان الدولة عدما تكون هناك مشكلة فنية يمكن ان تترك المنطقة من دون كهرباء لعدة ايام قبل ان يتم اصلاحها قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني وكبير المفاوضين اللبنانيين الياس بو صعبة ان لبنان حصل على مطالبه بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل واضاف في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل بيروت ستحصل على كامل حقوقها فيما يتعلق بالغاز من حقل قانا فيما قال مصدران لبنانيين كبيران ان حزب الله اللبناني اعطت ضوء الاخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ومن جانبه اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد ان اسرائيل ولبنان توصل الى اتفاق تاريخيا بشأن ترسيم حدودهما البحرية وضف رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هذا الاتفاق التاريخي سيعزز امن اسرائيل ويدخ مليارات في الاقتصاد الاسرائيلي ويدمن استقرار حدودنا الشمالية سلمت فخامة الرئيس العماد ميشيل عون اليوم النسخة النهائية المعدلة من بعد ما كانت السفيرة الامريكية سلمت فخامة الرئيس العرض اللي بعثنا هي الوسيط الامريكي اموس هوكستين هذا الموضوع اليوم بصيغته النهائية صار قدام فخامة رئيس الجمهورية هذا لبى المطالب اللبنانية كلها والملاحظات اللي كانت عندنا اخذت بعين الاعتبار على عكس ما يشاع ان لبنان لم يأخذ اي من مطالبه لبنان حصل على مطالبه لانه مطالب محقة فيه تفاهم صار ونحن على علم انه صار فيه تفاهم لكن ما منعرف تفاصيله ولا نحن معنيين فيه بين شركة توتال وبين الاسرائيليين لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حق القالب وصل المحتجون الايرانيون تحدي السلطات في الاسبوع الرابع لتحرك مناهد للنظام الايراني على رغم من حملة القمع التي يتخللها اطلاق الغاز المسي للدموع في طهران واشارت تسجيلات فيديوية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الى تنظيم احتجاجات في نقاط مختلفة في العاصمة وغيرها من المدن في الايام الاخيرة تخل لها احرق نساء حجابهن واطلق اهتافات مناهضة للنظام وبدأت الاضطرابات قبل اكثر من ثلاثة اسابيع على خلفية وفاة مهسا اميني بعد اعتقالها في طهران على يد شرطة الاخلاق وافدت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ايرنا بان الشرطة اطلقت الغاز المسي للدموع لتفريق حشود في عشرات المواقع في طهران مشيرة الى ان المتظاهرين اطلقوا هتافات واحرقوا امتلكات عامة والحقوا بها اضرارا بما في ذلك كشكل الشرطة ووفق تقارير اعلامية حجزت السلطات الايرانية جواز صفر لاعب كرة القدم السابق علي دائي احد ابرز الاسماء في تاريخ الكرة الايرانية وذلك لدى عودته من الخارج على خلفية انتقاده تعاملها مع الاحتجاجات اعرب سكان مختلف المناطق الاوكرانية عن صدمتهم وغضبهم بعد صواريخ الاثنين التي اطلقتها روسيا على كيف ومدن اوكرانية اخرى عيث ارتفعت حصيلة عدد القتلى جراء الضربات الروسية الى 19 شخصا واصيب 105 بجروح وفق اجهزة الطوارئ الاوكرانية واثرت الضربات تحذيرا جديدا من ان المزيد من الاشخاص قد يجبرون قريبا على الفراري من منازلهم وقالت الامم المتحدة ان القصف الروسي على عدة مناطق اوكرانية قد يمثل انتهاكا لقانون الحربي وجرائم حرب اذا تبين ان الاهداف المدنية استهرفت عمدا وقالت الناطقة باسم المفاوضية السامية لحقوق الانسان رافينا شمسداني لصحفين في جنيف نطلب من روسيا ان تتراجع عن اي تصعيد للعنف مضيفة ان استهداف المدنيين او المواقع المدنية عمدا يرقى الى مستوى جريمة الحرب واكد الرئيس الاوكراني فلوز بيرزيلينسكي ان بلاده لن تخيفها الضربات الروسية الكثيفة التي طالت مشاءات كبيرة للطاقة واودت بحيات ما لا يقل عن عشرة اشخاص وقال في مقطع مصور نشر على موقع تواصل اجتماعي لا يمكن اخافة اوكرانيا بل ستزداد وحدة لا يمكن لجم اوكرانيا واعدا بمعارك مؤلمة اكثر للقوات الروسية على الجبهة الى تذكير بابرز واهم العنوين محافظ صلاح الدين يعز لتبليط الطرق وتسريع اجراءات الخدمات في بيجي ويرعى احتفالية طلبة المتفوقين بالمحافظة انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الخميس المقبل بتوافق سياسيا كبير وعدل طالبان الاوفر حظا لخلافة صالح بقصر السلام السوداني يستعد لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية من دون فيتو الصدر وتوجه لإقرار قانون العفو العام في المناطق المحررة والحكومة تعف المزارعين من بدلات ايجار الاراضي وتشتري محاصيلهم من عرانيس الدهر الصفراء والكشف عن اكبر عملية نهب منظم لاموال الدولة شكرا لحسن المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة